وبعدين نحن تفوقنا على مش عايزة أقول على نفسنا لكن نقلنا تكنولوجيا يعني في أنفاء قناة السويس لما خدنا الخبرات من الجانب الأجنبي بقينا نشغل المكان دلوقتي بنفسنا وإحنا اللي بنعمل كمان الخرصانات اللي بنجلد بيها النفق من جوة بدل ما كانت مستوردة بقينا عملنا مصانع لإنتاجها الفلنكاب بتاعت السكة الحديد وإن كان إحنا موضوعنا الطرق عملنا مصانع لإنتاج الفلنكات لأننا عايز للقطار السريع ملايين الفلنكات فده معناها توفير في العملة الصعبة لما بنتج هذا الأمر وبنق التكنولوجيا فعايز أقول لك أن هناك تكملية وصاقة النقل وتوطين صناعة النقل دي من ضمن الحاجات اللي يمكن نوها عليها فخامة الرئيس ووجه بيها الحكومة أن يبقى في عندي توطين للصناعة النقل وبالتالي حتى في صناعة الطرق بقى عندنا دلوقتي كمان إعادة تدوير الرصف الأديم الريسايكلينج ده كان يعني هو موجود في العالم من التمانيناب بس إحنا ما كناش بنلجأ لي لو بتسافر على أي طريق خارج القهرينة بتلاقي الأسفلت الأديم لما بيجوا إعادة رصف بتلاقيه قسروه يتريمي على الجناب دلوقتي ما بقاش موجود مش هتشوف ده لأن إحنا بقينا ناخد الأسفلت الأديم ونعيد تدويره ويضاف ليه مواد جديدة ويتحط تاني في الطريق وبالتالي بقيت أحصل على جودة أعلى وأقتصد في التكلفة بتاعة النفقات وأحافظ على البيئة لأن ما فيش مخلفات لما نرجع تاني الموضوع لشبكة الطرق احنا عملنا الشبكة القومية اللي ربطت بمثابة شرايين ربطت مفاصل الدولة ببعضها وأشاد بيها المجتمع الدولي وترفع ترتيب مصر في تارير التنفسية العالمية 90 نقطة من المرتبة 118 لـ 28 في إطار احنا ما كناش بنعمل ده عشان المجتمع الدولي يشيد بينا لكن احنا أخلصنا في حل مشاكلنا بحلول داخلية أو حلول موضعية من داخل مصر فأشاد المجتمع الدولي بالمجهود اللي تبزل في هذا الاتجاه ثم اتجاهنا إلى حل مشاكل داخل المدن. يمكن مننا عشارة إلى الزحام المروري وتأثير شبكة الطرق وتطويرها على إحداث انفراجات مرورية لما نتحدث عن المدن المقتصد بالسكان زي القاهرة واسكندرية وغيرها من المخافظات والمحاور اللي تم فتحها وكلها أهم من بعضها ما نذكرش محور عشان ما فيش أفضلية منهم كل واحد منهم ليهم أهميته سهمت فيه إحداث سيولة مرورية الحد من الحوادث بتأرير الإحصائيات المركزية للتعبئة العامة والإحصال. الحوادث قلب بنسب تتراوح من 25% لما أنشأنا شبكة محاور وطرق جديدة. مش كده وبس يا منا ده احنا كمان طورنا القديم يعني في بعض المحاور القديمة اللي موجودة كانت حالتها الفنية متردية فتم رفع كفائتها وتطويرها وتوسعتها كل هذه الأمور بتأتي في إطار النهوض بقطاع النقل البري. طب هو ده مثل اللي اشتغلت فيه الدولة. لا أنا عندي قطاعات تانية يمكن لا يتسع الوقت لها لو اتكلمنا عن النقل السككي وما تم فيه لأنه هو برضو أحد أزرع أزرع وزارة النقل وأحد أزرع قطاع النقل اللي بنهتم به النقل البحري. المناطق اللوجستية وربط المواني البحرية بالمناطق اللوجستية اللي تعتبر باكيارد للمواني البحرية عشان أرفع من كفائتها. وخصوصا عبدالصامد أن 90% من التجارة الدولية المصرة بتتم عن طريق النقل البحر. فكان لازم أهتم بالمواني وأنشئ مناطق اللوجستية تكاملية وسائل النقل والمالتي مودل ترانسبورت أن أنا أقدر أستخدم أكتر من وسيلة وتكاملية وسائل النقل أن إن شاء الله قريبا ستجد وسيلة كارت واحد يستطيع المواطن داخل المدينة أن يركب به متر الأنفاء ويركب به المونوريل ويركب به البي أرتي على الطريق الدائري لم يكن ذلك متاح أبلي كذلك